اشتركوا في القناة اللي هو المأسر الحياة بلادي اسلامي الجملة الاسلامية والجملة الفعلية طبعا والري على مر العصور وركن الجملة الفعلية اللي هو الفعل والفعل كتابة مطوية مطوية عندنا والاجزاء دي بعد كده عادت تدوير فيها النافعات الالكترونية حلم ليسه مستحيل تذكير الفعل وتأنيثه مع الفعل تمام يعني تشرب تلعب تكتب تأنيث كتبت تلعبت بعد كده عادت تدوير بعد كده الجملة الاسمية والفعلية مراجعة عليها أو حالة الفعل مع الجملة الاسمية والفعلية بعد كده آخر حاجة في الاختبارات هي اللوحة الارشادية يعني معانا مطوية ومعانا الروحة الارشادية نعرفين كل محور في آخره في حاجة كتابية ياما فكرة مطوية ياما فكرة انشائية ياما أي حاجة من هذا القبيل طبعا الأضواء منزل هنا مراجعة عامة على المحورين اللي هينتح فيهم الطالب بأسئلة لا يخلو منها الامتحان. يعني طيب هيحل المراجعة دي. طبعا ما تجهدش الولد الوقت دائق جدا جدا يعني ما تخليش يراجع على الدروس كلها. لا يحل الامتحانات بس. زي كده. الاختبار الاول نحله مع بعض ونشوف الحاجات اللي بتوقف مع الاولاد. اول حاجة هو طبعا احنا عارفين ان الامتحانات بتوقف من نتاج التعلم. يعني مش هيجي حاجة من الكتاب. مش هيجي نص معين. اللي هو كله متحرر. اول حاجة دي هنا جايب لي بولي اقرأ ثم اجب. هنا شاهدت ليلة في المدرسة بعض زملائها يتقاذفون بالماء ويهدرونه ويتركون صنبور الماء مياه مفتوحا. وفي هذه اللحظة تخيلت الحياة بدون ماء. فحزنت وغضبت فالماء له اهمية كبيرة فمنه نشرب ونروي الزرع. فاستأذنت معلمتها في عمل لافتتين تدعو فيها للحفاظ على الماء. وبحثت في الانترنت عن عبارات ملائمة. ثم كتبت في الاولى الماء سر الحياة وفي الثانية قطرة ماء تساوي حياة. فكرمتها المعلمة في طابور الصباح والتزم الجميع الطلاب بالمحافظة على الماء. طبعا هو بجيب لي كطعة كده ويهدر حلها فيها. يعني انا مش هجيب حاجة من عندي. طيب بقولي مراد في كلمة ملائمة. تمام? احنا قلنا ما نحفظش كلمات في في المنهة الجديد ما نحفظش كلمات. هنحط. هنتوقع الكلمة. كلمة ملائمة بقولي مناسبة ولا متكيفة ولا متغيرة. انا هاخدوا الكلمة ديت. واطلق فوق عن عبارات مناسبة. طبعا كلمة مناسبة هي الايه? هي الايجابة الصحيحة. مضوط كلمة غضبت واحد غضبان. انت حلل المعاني كده. واحد فرحان ولا راضي ولا قابلت ولا سعدت ولا ضوء هي ناحية لها ايه? راضية. نطلع فوق. فحزنت وغضبت. ما نفهش حط بقى حزن مع الحزن. تمام? يعني ما نفهش حط. اه عكس عكس غضبت. طبعا اه هنا فحزنت. وغضبت. مفروض واحد غضبان يبقى واحد راضي. انا انا غضبان على 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 امر معين. انا راضي عنه. يبقى عكس غضبت. فرحت. تمام? طبعا علامة صح ولا غلط? لم تهتموا ليلة بما فعله الزملاء. طبعا هطلع فوق. ليلة زعت جدا جدا. شجعت ليلة زملائها على حيث وفعل الماء. طبعا عملت ايه? عملت لافتة. طيب اقول لي ورد بالفقرة سلوك ايجابي والضحو. ايه هو? ايه هو الحاجة الايجابية حاجة كويسة. اكيد طبعا ليلة عمل حاجة كويسة. ايه هي? هطلع فوق. هلاقي قيام ليلة بعمل فتتيني. تدعو فيهما زملائيهما زملائها لحفاظ على الماء. ده عمل ايجابي. تمام? طيب فكر في طرق او طرائق اخرى تدعو للحفاظ على الماء. انت انت من وجود نظرك هتعمل ايه? هنا الكتاب جايب لي عمل برامج تلفزيونية للتوعية الاطفال بالحفاظ على الماء. انا حمل التوعية بالايه? اعمل اعلامس على الفيسبوك على ايه? على الصفحة الخاصة. نشاط اثنين. تعدوا عملية الري من اهم. ده الموضوع التاني. تعدوا عملية الري من اهم العمليات اللي تمر بها الزروعة لانتاج الغذاء. وقد اعتمد المصريون الكداماء على حياة الفيضان لري محاصيلهم. وقد طوروا ادواتهم وشيدوا الترع بنقل مياه مياه النيلي الاراضي البعيدة. وقد تطورت عمليات الري كثيرا. وبالفعل بدأ بعض المزرعين الان في تحويل اراضيهم للري الحديث بدلا من الري بالغمر. ومن الطرائق الحديثة للري. خداك جمع طريقة طرائق. تمام? او طرق. الري بالتنقيط والري بالرش. وهذه الطرائق لا تستغرق وقتا وتوفر الماء. طيب استخرجنا الفكرة معنى تأخذ وقتا. واحد بياخد وقت يبقى واحد بيستغرق وقت. بياخد ايه? وقت يبقى بيستغرق ايه? وقت. هو هنا اعجيب للمعنى وعنى اجيب اللي ايه? خد بالك ما تجيبش معنى اللي هو جايبه. تاني. بقول لي هاتني الفكرة كلمة معناها ده. فانا هدور في الفكرة. تمام? على نفس المعنى ده. تأخذ وقتا هطلع فوق وادور لما لقي لما لقي كلمة تستغرق. طيب مضاد القديم. طبعا الحديث. اكمل من طرائق الري القديم. تمام? هطلع فوق فرد. لو انا مش حافظي خالص. لو انا مش مذاكر خالص. هحل من فين? من الفكرة فوق. واش هيدل ايه? الترع. فما اطلع بطش واحدة واحدة واقرأ مرة واتنو ثلاثة. لان تسرع وحش جدا جدا. اذكر اهمية طرائق الري الحديثة. يعني ايه? اهي الفايدة من لما احنا طورنا الري الحديث او الفلاحين طوروا الري الحديث. هه? نعمل ايه? اهي اطلع فوق وهذه الطرائق لا تستغرق وقتا وتوفر الماء. يبقى توفير ايه? توفير الماء. تمام? يبقى لازم اخد بالي ان الحل مابودة عندي في القطعة. يعني اصدق 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 مستر ما تروحش الكتاب وتراجع الدروس كلها زي المنهج القديم. لا. ما تذكرش ومراجعة ما بش هيسمها كده. على طول حل امتحانات. والسؤال اللي وقف معك. طبعا انت بتسأل في حد ايه? ماما ولا بابا ولا المستر بتاع. طيب. بعد كيان النصوص. اه هبة الله من قديم الزماني انها مصر فانطلق يا لساني. وتجاوز حدود شعر ووزن. رب حب اقوى من الاوزاني. فهو النيل وامق يتلوى. وهو يبكي محبة الودياني. طيب. اكمل من الابيات ما هو مطلوب من قوسين. بقول لي هنا. نعمل زوم شوية عشان. تمام. اكمل من الابيات ما هو مطلوب من قوسين. طيب. نقط الله جميلة. معنى عطاء. حط كلمة عطاء معناها هنا. تمام? حط معنى كلمة عطاء هنا في مكان النقط. شوف السؤال عايز منك ايه? ما تجريش على النص وتجيب كلمة معنى. لا. حط هنا كلمة معناها عطاء. ايه هي? كلمة هبة فوق ايه? هبة. الواحد يعني ايه هبة وعطاء يعني حد بيدي حد حاجة مش منتظر منه ايه? مقابل. ربنا طبعا بيدينا وهو غني عن ايه? عن عبادة ومش محتاجة حاجة من حد. طيب. كانت جدتي تعيشوا في بيت نقط. بقول لي حط في النقط مضواط حديث. عكس حديث. قلت لك من كلمة مضواط وكلمة مرادة. حديث عكسها ايه? جديد او قديم. تمام? جديد او قديم. يعني ما متلتزمش بمعنى معين. انت هم حاجة توصل للمعنى صح. قديم او آآ. زي ما احنا بالشعر لوطنه. انت شايف ايه يا ركا تاني? اكيد طبعا الشعر بايه? بيتكلم عن ايه? عن وطنه بحبه جدا. طيب انطلق يا لساني تعبير حقيقي ولا مجازي? هنقولنا التعبير المجازي هو حاجة بنتصورها ونتخيلها مش شو تحصل. تمام? زي مصر هي امي. تمام? السماء وتبكي. الجندي كالاسد. تمام? آآ الشمس تضحك. دي كلها تعبير ايه? مجازية. يعني مجازية يعني مش حقيقية. طيب هنا بقوله انطلق يا لساني. هنا شبه اللسان بانسان. هينطلق وبيكلمه. يبقى دا تعبير ايه? طبعا تعبير ايه? مجازي مش حقيقي. يبقى خطأ. خد بالك المنهج سهل جدا والله بس احنا اللي مصعبين على نفسنا. هات من الابيات كلمة على وزن وعود. احنا طبعا خدنا كلمة على نفس الوزن. بتنتهي نهايات الايه? الكلمة زي كلمة اشجار خضار. تمام? زي كلمة مثلا بستان فستان حنان. طيب كلمة وعود هطلع فوق في النص. هافضل اقرى لما احس ان ودني ارتاحت لكلمة على نفس الوزن. يبقى وتجاوز حدود وعود. وافضل اكرر فيها كده. اه لتنماشي مع بعض. تمام? طيب من هبة الله? من هبة الله كما يرى الشعر? هبة الله مصر. هطلع فوق. هشوف الشعر بتكلم عن مين? اكيد عن مين? عن مصر. هبة الله من قديم الزماني? انها مصر. يبقى هو بتكلم عن مين? عن مصر. نشاط اربعة. اجيب عما يلي. رتب بتكون جملة اسمية مرة واخرى فعلية مرة. تمام? هنا جايب لي ثلاث كلمات. الاخبار نشر الصحفي. عايزها اسمية مرة وفعلية مرة. احنا عرفين الجملة الاسمية تبدأ بايه? باسم. يبقى مين اللي هينشر? اكيد الصحفي نشر الاخبار. كده اسمية. تمام? الصحفي نشر الاخبار. طيب لو انا عايزها فعلية. تمام? هخلي الفعل في الاول. الجملة الفعلية. تبدأ بفعل. نشر الصحفي الاخبار. الفعل المفعل به. طيب اكمل بما هو مقلوب. الفلاح. بقول لي حط خبر. الفلاح هنا مفرد. يبقى الخبر بتاعه لازم يكون مفرد. صح صح. الفلاح هنا مفرد. يبقى الخبر بتاعه لازم يكون مفرد. الفلاح ماله نشيط. تمام? اتنين. نقط نشيطان. عايز مبتدأ. من النشيطان? عايز مبتدأ. يبقى الخبر ماله مرفوع بالالف. يبقى المبتدأ لازم يكون مرفوع بالالف. هه? العاملان نشيطان. ما تلتزمش بحاجة. هه? الفلاحان نشيطان. المعلمان نشيطان. المهندسان نشيطان. اهم حاجة احنا قلنا الحط هنا يكون ينفع مش تدقيت بحاجة. تمام? طيب. بعد كده المصريون ده جامعوا ايه? مذكر سالم. يبقى هذا الخبر لازم يكون زيه. مرفوع بالواو. يبقى مخلصونة. اي خبر يكون اخر واولون يكون جامع. تمام? ما تقايدش بحاجة. طيب. نقط صادقات. بقول له حط جامعة مؤنث سالم. هنا ايه? ده جامعة ايه? مؤنث سالم. عارفت ازاي? اخر والف وتاء. صادقات. يبقى عايز هنا ايه? عايز هنا مبتدأ يكون نفس الحكاية. الفتياته صادقاته. المعلماته صادقاته. التلميذاته صادقاته. تمام? فلازم توسع مدركك. ايه بيتجرب اي حاجة تنفع واللي ايه? اللي اجابة تكون اه صحيحة ان شاء الله. اضبط الكلمة التي تحتها خط. الماء ومش جايب عليها تشكيل كنز ثمين. تمام? طيب ده ايه? ده مبتدأ. ماله مفرد. طبعا احنا عندنا المبتدأ المفرد ماله بيرفع بالضم. يرفع بالضم اذا كان مفرد. واذا كان جامع مؤنث سالم. واذا كان جامع تكسير. تمام? ويرفع بالواو اذا كان جامع مذكر سالم. تمام? وبالالف اذا كان مثنى. هنا الماء ده مفرد. وانا واخد في القواعد ان المفرد بيرفع بالضم. ايه بحط كلمة الماء زم هي وحطها على الهم زي ضم. طيب. المخلصاته عاملاته. بقول له اضبط كلمة المخلصات. برضو نفس الحكاية. احنا عندنا ايه? بنرفع بالضم المتدأ اذا كان مفرد او جامع مؤنث سالم. جامع تكسير. المخلصات دي ايه? جامع مؤنث سالم. يبقى حاجة عندنا في الامتحان تبقى المطوية. تمام? المطوية عبارة عن ايه? عن شوية ورق مطويين. متنيين. ده معناها. لازم تحتوع على شوية عناصر. ايه هي? العنوان. هتكلم عن حاجة معينة. هل تعلم انها هكلم الشخص او اللي انا بوجه له المطوية شوية معلومات عن عن الموضوع? ماذا يحدث له? بتخيل لو الموضوع ده او الحاجة دي مش موجودة في حياتنا. بعد كده انا بنصحه في الاخر نعمل ايه? طيب. هنا بقولي اكتب مطوية عن العلم. طيب. وهو جايب لي صورة عشان مش مش هقدر في الامتحان حط صورة. لازم يكون العنوان في صورة. ويكون في ايه? عنوان. لكن انا مش في الامتحان مش هعرف حط صورة. فهو حط الصورة. طيب. العنوان. اول حل عندي اهمية العلم. مس اجيب بس الالم. طيب. اهو. اهمية ايه? العلم. اهمية العلم. طيب. انا هكتب ايه? هكتب هنا اهمية العلم. تمام? هكتب هنا اهمية العلم. طيب. عايزة هل تعلم ان? طيب. انا عايزة اقول له معلومات عن العلم. تمام? العلم هو سبيل التقدم والرقي. ولا رفعة لنا. ولا تقدم لمصرانا الحبيبة. الا اذا اهتممنا بالعلم. تمام? ولكي تصل الى اهدافك وتحقق اهدافك. يجب عليك المثابرة والمتابعة والتعلم. تمام? وعدم تضيع الوقت في اشياء لا فائدة دا لها. فالعلم هو السبيل لتحقق اهدافك. يبقى انا كنت اكتب اي كلام هتقوله وصف لده. في الاخر الحاجات دي كلها تعبير. عبر عرائل. طيب ماذا يحدث لو? تمام? هتخيل بقى اني موجود مش موجود علم. حطه ثلاث جمل. ماذا يحدث لو? تخيل انه لم تستطيع القراءة او الكتاب. ولن تستطيع ولم تعرف اه تقرأ. تمام? ولا ولن تستطيع البحث في الانترنت او 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 القراءة في 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 اي مكان. تمام? بتخيل. بقول له افترض الحاجة دي. تمام? طبعا سوف يسود الظلام والجهل. ولم نستطيع لن نستطيع التقدم وبناء الحضرات. طيب يجب علينا ايه? يجب علينا الاهتمام بالعلم. تمام? يجب علينا البحث خلف المعلومة. يجب علينا عدم تضيع الوقت في اشياء لا جدوة لها والسعي دائما الى التعلم. حط رأيك زي ما انت عدس. تمام? ده بالنسبة للمحور ايه? او الامتحان الاول. زي ما انت شايف بالضبط. طيب. اختبار الثاني بقول لي قام كريم بتنظيف غرفته في منتصف العام الدراسي من كل الاوراق التي بها وضعها في صندوق وعندما رأاه والده سأله عما في الصندوق. فاجابه انه ورق لا فائدة منه. فقدم له والده كتابا قرأ فيه عن اعادة التدوير. ده الموضوع الثاني. المحور التالي. وكيف يصبح ورقا جديدا يمكن الكتاب عليه? فقرر كريم ان يقوم بالخطوات التي وردت بكتاب واعاد صناعة الورق ففرح والده. ومنذ ذلك الوقت قرر كريم انه سيفكر في طرائق مبتكرة لاعادة تدوير الاشياء قبل التخلص من قد بالك. هو نفس الموضوعات بس الشخصيات المختلفة والنص مختلف. يعني احنا ده نص ايه? عادة الدوير. تمام? طيب. اختر مرادة في الكلمة. مرادة في يعني معنى. اصبح هناك طرائق مبتكرة الاستفادة من اشياء القديمة. مبتكرة يعني ايه? قديمة? ولا تقليدية? ولا معتدة ولا جديدة? يعني ايه ابتكار? بقدم حاجة جديدة. بفكر فكرة. بفتكر مشروع بحط حاجة جديدة. تمام? طب انا مش عارف لازم تدرب. حط قديمة مكان من المبتكرة. اصبح هناك طرائق قديمة لاستفادة? لا طبعا. طرائق تقليدية ما استفادناش حاجة. معتدة? لا. دي باجة جديدة عشان ايه? نوصل لمرحلة اعادة تدوير. طيب. اعادة تدوير الورق خطوات. خطوات بقول لي هنا ايه? هو طبعا اه. هو كده فوق عيون هو. عيون فوق اهو. تاني كده. شوف القلم كده. مرادف الكلمة الاولى. ده تاخد بالك من دي. مرادف الكلمة الايه? الاولى. ومفرد الثانية. خد بالنا لازم ناخد بالنا من العنوان عشان ما نسترعش. تمام? يبقى خطوات مفردها خطوة ولا خطوة ولا خطيئة ولا خطة? لا خطوة خطوات مفردها خطوة. طيب ده صح او خطأ. وضع كريم الورق في صندوق تمام وتخلص منه. لأ طبعا ما بابا لحقه هرجعتني فوق. تمام ما تسترعش تقول اهو فعلا هو حطه لا. هو ايه? قام كريم تنظيف وضعها في صندوق وعندما لسه ما حطش في صندوق الزبال. تمام? لسه مش حطه في صندوق الزبال. طيب لم يستفد كريم من كرات الكتاب اللي اعطاه له والده. لا طبعا هطلع فوق لأي وراء واتبع التعليمات وصنع وراء ايه? جديد. كيف جعل كريم الورق يمكن استخدامه مرة اخرى? هطلع فوق هتلاقي هيقول لي ايه? اتبع خطوات الايه? آآ نعات التدوير في في الكتاب. ماذا كرر كريم في النهاية? هطلع فوق. سيفكر في طرق مبتكرة اهي. تمام? ما بجيش حاجة من عندي. يعني مش اسهل من كده. يعني الموضوع ان الانتحان من نتاج التعلم ده مش صعب عليه. يعني طبعا انا بقدرس ليه وبتعب ليه عشان آآ آآ شايفين براح بوسط هتبقول لك المنهج العربي لا يصلح لكل منهج لغة عربية. بعيد تماما عن اللغة العربية والنحو. يا جماعة المنهج جديد بيشرح لك المنهج او القواعد النحوية والفعل والاسم الجمهة الفعلية. بس النصوص هتكون معلومات علوم دراسات عشان ادخل المنهج في بعض. تمام? يعني الطفل منها يستفيد علوم دراسات ومنها ياخد النحو بتاعه. انت مش لازم يكون يعني يقول لك قامة ابو الاسود الدقلي بوضع النقر. من اكشي علاقة انت 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 ادرس اللغة العربية من خلال ايه? النصوص. النصوص بقى عربي تاريخ انجليش آآ عفوا آآ علوم. من اكشي علاقة انت هم حاجة الكلام عربي اللغة عربية صحيحة بس خلاص. تمام? طيب نكمل. نشاط طالية. البلاستيك من المواد المنتشرة حولنا طبعا حين اخدنا المثلسات. مثلس واحد ومثلس اتنين ومثلس ثلاثة ومثلس اربعة ومثلس خمسة وستة وسبعة. وعرفنا هو ايه كل واحد بيستخدم في ايه? ومين اخطرهم? ومين اللي تجنب ناخده? ومين احسن واحد نعرف نشتريه وانا بشتري اي حاجة ببص على المثلس لازم اجيب مثلس خمسة. هو بالاسف يغفل كثيرون عن اضرار البلاستيك في حفظ الاشياء الساخنة خاصة الطعام شراب. وان تسعة في المية فقط النفايات البلاستيكية يعاد تدويرها. ولهذا تسعى العديد من الدول الى ايجاد بدائل له. حيث استعدوا الاوروبيون للتخلص من الاكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد قابل عاد تدوير عام الفين تلاتين. بعد ان ادركوا ان الاسراف في استخدام البلاستيك سيزيد من اضرار البيان. طبعا اليابان سبق الناس كلها وفيه الالعاب الولمبية بدل ما تكلف نفسها فلوس وتعمل مديليات زهبية وفضية وبرونزية طلبت من المواطنين بتاعتها ان هي كل واحد عنده تليفون قديم ساعة قديمة موبايل تابلت اي حاجة يبعثوا لي الدولة وهتعوضوا تدويروا مكانها حاجة وخدوا الحاجات دي وصنعوا منها الايه المديليات حامل بيئة من النفايات حاجة ووفروا فلوسكتي جدا 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 ويريد احنا نحذو حذو الناس دي اللي احنا بقدرنا نعمل ايه يعني تصنيف القمامة لتروح تأي مولة او مكان كبير تلاقيه الورق سلة للورق سلة الاولمونيوم سلة للزجاج وسلة البلاستيك تمام طيب استخرجنا الفكرة معنى الكلمة الاولى ناخد بالناب تلاعب بالالفاظ معنى الكلمة الايه الاولى اهو معنى الاولى تمام ما كملش ارجعتاني هاروح لاولى لكن هاكام مخلفات غير صالحة لاستخدام غير صالحة يعني ايه غير صالحة يعني غير قابل الاستخدام. ما نفعش استخدمها. شكرا بقولك ما حدش احوص كلمات. غير صالحة لعادة الاستخدام. غير مهيئة لعادة الاستخدام. غير قابلة. تمام? يبقى حط معنا يا تماشى مع الايه? مع الجملة. وضع. والتانية عايزة. وجمع الثانية. فيما احتفظ. وجمع الثانية. اهي. وضع المخلفات في المياه يسبب ضرر للحياة البحرية. طب جمع ضررا ايه? ضرر ضرر ضرر. يبقى اضرار. تمام? سهلة جدا. اكمل مياتي. تزيد خطورة البلاستيك عندما يستخدم فيه. فين? فيه. هطلع الفكرة. مش جيدة بحاجة من عندي. اهي. تزيد فين? اضرر باسك. في حفظ الاشياء الساخنة. خاصة الطعام مشرب. لما انا احط الحاجة السخنة في البلاستيك ده. المواد البلاستيكية المصنوعة منها. الحاجة دي بتتفعل مع مين? مع الحرارة بتخليها تخرج من البلاستيك. وتتفعل مع الاكل واحنا بنكله طبعا مش رجوه. ويه مش حاسين بحاجة. طيب. تسعى الدولة الاوروبية لاستبدال البلاستيك بيه. طبعا انا مش هافتي هطلع فوق. مش هجيب حاجة من عندي. استبدالها بمواد اهي. بمواد قابلة لعاعة التدوير. بس. ادي الاجابة. تمام? ما تجيبش حاجة من عندك. يعني موضوع سهل جدا جدا. لو جبنا حد من برة. اول مرة ياخده المنهج ده. واني لو تعالي حلم تحن ده. هيرا قطع ويحلم. يعني مفيش احسن من كده. واسهل من كده. طيب. ورد بالفقرة ما يشير إلى خطوط الاكياس البلاستيكية. وضح. تمام? تعال نشوف كده. لا كياس البلاستيكية ارجع فوق. البلاستيك. هقرأ تاني من الاول. تمام? راح اتفلين الفقرة. اهي. كياس البلاستيكية اهه. الكياس البلاستيكية سيزيد من اضرار البيئة. دي حاجة اتنين اضرار البلاستيك في حفظ الاشياء الساخنة خاصة التعامل ايه? والشراب. تمام? يبقى ده هي ايه? هيسبب لنا ايه? هيسبب لنا امراض. ده اللي جه في الفقرة زي ما احنا قلنا. تمام? اهو. ورد بالفقرة مشروع الاختوط الاكياس. بسبب الاضرار عند الحفظ الاشياء الساخنة فيها وخاصة التعامل وشرب. جبتها من فوق مش جبتش حاجة من ايه. من عند اقرأ بدائل اقترح بدائل تحلو محل الاكياس البلاستيكية. تمام? طيب هنا ما ترك ليك. يعني ايه ما ترك ليك? يعني لازم هو يحط لك سؤال كده يشوف تفكيرك وصل لفين. تمام? فهنا بقول لك هنا اقترح بدائل تحلو محل الاكياس البلاستيكية. الاكياس اللي بنحط فيها الاكل مثلا. تمام? نعمل مكانها ايه? فانت اقترح. تمام? ممكن تقول مثلا عمل آآ آآ علب زجاجية. تمام? آآ استخدام آآ اكياس آآ او استخدام علب بلاستيكية على ان تكون مثلث خمسة. حط اي رأي عندك. تمام? بعد كده نشاط آآ نصوص. يا ساكني مصر ان لنزالوا على عهد الوفاء وان غبنا مقيمنا. هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبلوا به احشاء صادينة؟ كل المناهي اللي بعد النيل آسنة ما ابعد النيل الا عند امانين. اخترح ايجاب الصحيح. طبعا النص ده مش موجود في النص في الماناك طبعا. بس من ايه؟ حاجة لك حياة متشابهة. اختر ايجاب الصحيح. معنى بعثتم واحد بيبعث لحد حاجة. بيكتب له ولا بيعتم ولا بيتخاب. لا طبعا معنى بعثتم ارسلتم. انا ببعث لحد حاجة بارسله. سهل جدا. طب جامعة عهد. عهود سهلة جدا جدا. تمام? اخد بالي. طيب اكمل كلمة لها نفس الوزن التالية. كلمة المعاهد. تمام? كلمة المعاهد. اجيب ايه؟ عايز كلمة على نفس الوزن. ارجع فوق كده. المعاهد. هقره يا ساكني مصر ان لنزالة على العهد. الوفائي وان غيبنا مقيمينا. كل المناهلي على المية لأسف. المناهلي هي اقرب كلمة لايه? هي لو ما لقيتش كلمة شبه الكلمة دي اخرها دل. يبقى انا هشوف ايه? اقرب كلمة ليه. تمام? المناهل المعاهد. تمام? مش شرط يكون اخر حرف متشابه. بس الاولوية لاخر حرف متشابه. تمام? طب لو ما لقيتش يبقى انا هشوف كلمة. متشابهة في كل حاجة. مد بالالف واخر الحرفة ورها مكسور. المعاهد المناهل. شبهها الى حد كبير جدا جدا. طيب. كلمة لها نفس نهاية الكلمة التالية. كلمة ابناء. يبقى ادور على كلمة اخرها همزة. مال اتش اشوف كلمة غيرها. في كلمة في اخرها همزة ومد بالالف? اه في. ماء. تمام? وكلمة برضو ابناء. احشاء. اهي. دي كلها كلمات ايه? على نفس الوزن. طيب. اكتب الكلمات التي بها حرف القفية. حرف القفية. يعني ايه? يعني حرف القفية. يعني الكلمات اللي نهيتها واحدة. زي كلمة ايه? مقيمينة. صادينة. امانينة. هي. القفية هو التشابه نهاية الايه? الكلمة. تمام? مقيمينة. صادينة. امانينة. هحطهم كلهم فين? في هنا. تمام? مجيبش كلمتين. هو بولي اكتب كل الكلمة. طيب. الى ما يشتاقوا الشعر في الاجيات. هطلع فوق. الشعر مشتاق ليه? يا ساكني مصر ان ينزلوا عادي وفاقي وان غالبنا مشتاقين. هل بعثتم من ماء نهريكم شيء ان نبلوا به احشاء صادينة? كل المناهلي. طبعا بتكلم عن نهر ايه? بتكلم عن نهر النيل. ونهر النيل ده موجود فين? في مصر يبقى يشتاق الشعر الى مصر. لو قلت مصر صح. لو قلت نهر النيل صح. لو قلت مصر ونين لها صح. تمام? ما تقلقش. طيب. اجب عما يا. اكمل بما هو مطلوب من بين القوسين. طبعا النمازج دي ممكن تكون في الامتحان. امكم ما تكونش. بس انت اعرف النمط اللي شغال بانتحان ازاي? طيب. اكمل ما هو مطلوب من القوسين. امي تعدوا الطعام. حط فعل مضارع. طبعا فعل مضارع بيبتدي بالف او نون او تا او يا. تعدوا امي الطعام. تجهز امي الطعام. تطبخ امي الطعام. دي كلها ايه? صح. يعني مش فعل معايد. طيب. اتنين نقطة الجندي عن وطنين. حط فعل موضو. فعل موضو انتهى. دافع الجندي عن ايه? عن وطنهي. طيب حكمة نقطة بالعدل. طيب. مين بيحكم في مصر? خدناها فيه الدراسات هو مين? المحكمة او السلطة التنفيذية اللي هي ليه? اللي هي المحاكم. خدناها في الدراسات. ها? عاز فعل. طيب. حكمة مين بالعدل? القاضي. تمام? حكمة. يبقى ليه? القاضي هو اللي بيحكم. طيب يا صديقتي نقطة غير. طبعا ده خدناها. احنا اخدنا نحط اياه المخطبة للفعل. الفعل الامر مع التأنيف. احترمي. اكتوبي. شربي. العبي. لكن بنحزف الياء مع مين? مع الاسم المذكر. ما فعش اقول احترمي نفسك يا محمد. لا. احترم غيرك يا محمد. ذاكر يا محمد. ما فعش اقول ذاكري. بقى بحط الياء مع مين? مع الفعل. الامر. ايه? المؤنث. يا صديقتي احترمي غيرك. تمام? طيب. هنا بقول لي المهندسة خطط المبنى. طيب. هنا المهندسة دي ايه? ده فعل. ده فاعل مؤنث. اسم مؤنث. مبتدأ مؤنث. ها? احنا لازم احنا قلنا لازم ايه طابق الفعل يطابق الايه? الفاعل تذكير وتأنيس. ده من الدرس اللي هو بتاعة التأنيس. تمام? هنا احنا لازم الفعل يطابق الايه? الفاعل. الفاعل هنا مين? المهندسة. يبقى حط ايه? خططت المهندسة. المبنى او المهندسة. خد بالك من قطط ديه عشان دي جاي في الانتحان ان شاء الله. طيب. يشاهد اختي برنامج ثقافية. طيب. نفس الحكاية. تأنيس. اختي. يبقى الفاعل لازم يكون ايه? لازم يكون موافق ايه? الفاعل. الفاعل مين هنا? اختي. طيب. اختي تشاهد. احنا اخدنا. لو الفعل هيجي في الاول. يبقى يبدأ بتاء تشاهد اختي. لكن لو جه الجملة كانت اسمية. هيكون ايه? التاء في الاخر مش في الاول. خططت لعبت ذاكرك. لكن لو الفعل جهه في الاول هيكون ايه? التاء في الاول مش في الاخر. اخدوSC من دي. تشاهد اختي تلعب اختي تذاكر اختي. طيب. حول الجملة الاسمية الفعلية والفعلية. طيب. المخلصون يتكونون عملها. هنا اولها ايه? اولها اسم. عايزة ي Treatها فعلية. احط الايه? احط الفعل في الاول يبقى يتكونون المخلصون او يتكون المخلصون عملهم. طبعا. انحنا اخدنا برضه الفعل بيختلف مع الفعل وان لو جمع والجملة اسمية بينجمع الفعل المخلصون يتقنون لكن لو الفعل هيخرب برة وابدأها فعلية الفعل هيفضل مفرد سواء مع الجمع او المثنى او المفرد يعني ايه لو طلعت برة يتكن المخلصون عملهم يتكن المخلص عملهم يتكن المخلصان عملهم تمام الا في حالة التقنيف حط نون يتكن المخلصات عملهن تمام خدناها في المنهج ده بقى اللي هو المنهج على طول النحوة من فاش يتغير تمام يبقى الفعل لو هيجي الجملة لو اسمية يبقى الفعل بيتغير مع مين مع الفعل مع الممتدأ تمام او مع الفاعل من هنا المخلصون يتكنون لو مفرد المخلص يتكن طيب لو لو مثنى المخلصان يتكنان طيب لو مذكر سالم المخلصاته يتكن يبقى اخد بالك لو الجملة اسمية الفعل بيتغير الفعل بيتغير مع الفعل تمام لكن لو الجملة فعليه زي ما هو عملها كده الفعل في الاول ما بيتغيرش مع المفرد ولا المثنى ولا الجامع المذكر السالم بس بيتغير مع المثنى أنا السالم يتكن المخلصاته عملهن لكن لو مفرد أو مثنى أو جامع بيفضل زيبا طيب أحسن التلاميذ الكراءة حول دي إيه الإسمية طبعا حطلع التلاميذ برة يبقى التلاميذ أحسن الكراءة لا إحنا قلنا الفعل لو هيجي بعد الجملة الإسمية أو الفعل الجهد في المنتصف يبقى لازم أجمع الفعل مع إيه حسب إيه التلاميذ ده إيه فعل يبقى التلاميذ أحسنوا الكراءة ده مهم جدا جدا خطوة مهمة جدا جدا وأغلب الأطفال هيتلخبطوا فيها أنا عارف بس إحنا قلنا هو راجع عليها كويس جدا جدا اكتب لوحة إرشادية عن كيفية تجنب الإصابة في الريس كورونا اللوحة الإرشادية لها ثلاث عناصر لازم يكون لها مقدمة أو عنوان تمام ولازم يكون لها موضوع تمام عنوان ومقدمة ورشادات في اسمها اسمها لوحة إرشادية هو بتكلم عن إيه لازم يكون لها عنوان يقول تجنب الإصابة بفيروس كورونا تمام كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا تمام طيب المقدمة تمام هقول عزيزي أو زميل الطالب أو عزيز الطالب يجب عليك المحافظة على صحتك صحتك غالية جدا تمام وفي هذه الأيام ينتشر فيروس كورونا فيجب علينا أن نتابع التعليمات نأخذ بقى إرشادات رقم واحد عدم التواجد في الأماكن المزدحمة اتنين ارتداء الكمية وصفة دورية استخدام القحول والمطاهرات تمام غسل يديك عندما تعودوا من الخارج دي كلها إرشادات دي كلها تعالفة كل واحد هيختلف عن التاني كل واحد دي رأي أتمنى يكون المراجعة مهمة جدا جدا وخاصة الجزء بتاع النحو تمام أقعد وحل برحتك واخد بالك من الشرح ده تمام إن شاء الله هننزل طبعا الرياضيات والعلوم والدراسات والإنجليش بإذن الله تعالى أشوفكم على خير بإذن الله تعالى في إن شاء الله يكون الرياضيات أو الدراسات بإذن الله تعالى الفترة جاية ننسى الشير طبعا عشان الناس كلها تستفادوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته